السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة تعلم والسفيد مرحبا بكم في حصة الصرف والتحويل درس الفعل الصحيح والفعل المعتل إذن سنبدأ بأقرأ وألاحظ إذن سنقرأ هذا النص وسنستخرج منه الأفعال الواردة فيه وبعدها سنصنفها إلى أفعال صحيحة وأفعال معتلة ونحدد كذلك نوع كل فعل صحيح ونوع كل فعل معتل إذن لدينا دارست نجاة بفرنسا إذن الفعل في هذه الجملة هو دارست أو دارسة مرت بعدة مراحل دراسية إذن لدينا كذلك فعل مرت ملأ طموحها الجرائد الفرنسية أيضا هنا لدينا فعل ملأ وكانت إذا وضعت هدفا ونال إعجابها إذن هنا لدينا فعل وضعت كذلك لدينا فعل نال إذن نال أيضا سوى أيضا فعل سعت إلى تحقيقه إذن لدينا هنا فعل سعت لقد وعت نجاة أهمية العلم لدينا أيضا فعل وعت فطوت سنوات دراستها بتفوق أيضا هنا لدينا فعل طاوت إذن بعد تحديدنا للأفعال في هذا النص سنمر لتحليل هذه الأفعال لدينا أقرأ الجدول بتماع أميز بين أنواع الفعل الصحيح وأنواع الفعل الذي به حرف عل إذن الفعل الصحيح إذن الفعل الصحيح هو الذي يكون خاليا من حروف العلة إذن لا يتضمن حروف العلة التي هي الوا والألف الممدودة كذلك الألف المقصورة والياء وحروف العلة نجمعها في هذه الكلمة وا يون إذن هذه هي حروف العلة وقلنا الفعل الصحيح لا يتضمن هذه الحروف إذن لدينا الفعل الصحيح ينقسم أولا إلى مهموز والفعل المهموز مثل ملاء إذن هو ما كان أحد حروفه الأصلية همزة إذن نقول أحد حروفه الأصلية همزة لاحظوا ملاء هناك الهمزة في آخر الفعل ويمكن أن نعطي أمثلة أخرى للفعل المهموز مثلا قد تكون الهمزة في أوله مثل أمار أو أكال وقد تكون الهمزة في وسط الفعل مثل مثلا سأل أو دأب وقد تكون في آخر الفعل مثل ملاء أو بدا أو لجأ أو قرأ أو نشأ إلى غير ذلك إذن الفعل المهموز هو ما كان أحد حروفه الأصلية همزة والهمزة قد تكون في أول فعل في حل أمار أكالا قد تكون في وسط الفعل مثل سألاد أبا وقد تكون في آخر الفعل مثل بدا أو لجأ إذن هذا كما قلنا هذا الفعل المهموز إذن هذا الفعل المهموز أو الصحيح المهموز وعندنا قسم ثاني اللي هو الفعل المضعف مثل مرة إذن مرة هذا فعل مضعف ومرة أصلها هو مارارة إذن مارارة لاحظوا هذا الفعل فيه حرفان من أصل واحد حرفان من أصل واحد هو الراء فقمنا بإضغام هدين الحرفين في حرف واحد ونضع هذا التضعيف ونسميه فعل مضعف إذن فيه حرفان من أصل واحد اللي هو الراء ومن أمثلة الفعل المضعف كذلك ممكن عدى مثلا لأصلها عدادة إذن دائما دك الحرف اللي فوق التضعيف رفي حرفين من أصل واحد عدادة مثل مثلا قص إذن قص أصلها قصاص إذن لاحظوا هناك حرفان من أصل واحد هو الصاد مثل مثلا حك إذن حك أصلها حكاك إذن أيضا لدينا حرفان من أصل واحد هو الكاف إذن هذا نسميه المضعف إذن هذا الفعل الصحيح المضعف والقسم الثالث من أقصام الفعل الصحيح هو الفعل الصحيح السالم مثل دارسة لاحظوا الفعل الصحيح السالم سمي بالفعل الصحيح السالم لماذا؟ لأنه سالم من الهمزة إذن لا يتضمن الهمزة سالم كذلك من التضعيف لا يتضمن التضعيف وسلم من حروف العلة إذن لا يتضمن حرف العلة الفعل الصحيح السالم إذن الفعل الصحيح السالم مثل دارسة لاحظوا دارسة ما فيهاش الهمزة ما فيهاش تضعيف وما فيهاش حرف العلة وممكن نعطيه أمثلة أخرى مثلا نجاحة أو رصمة أو كاسبة أو رابحة أو صاناعة إلى غير ذلك إذن كل هذه الأفعال فهي أفعال صحيحة سالمة لماذا قلنا؟ لأنها سلمت من الهمزة والتضعيف وحروف العلة إذن هذا صحيح سالم إذن هذه الأقصام الثلاثة التي ينقسم إليها الفعل الصحيح السالم قلنا ينقسم إلى مهموز ما كان أحد حروفه الأصلية همزة ينقسم إلى مضعف ما كان فيه حرفان من أصل واحد بحل هذه الأمثلة التي قدمنا هنا وينقسم إلى صحيح سالم وهو ما كان أو ما سلم من الهمزة والتضعيف وحروف العلة بحل هذه الأمثلة التي قدمنا هنا إذن هذا بخصوص الفعل الصحيح صحيح سنمر الآن للفعل المعتل إذن لدينا الفعل المعتل إذن الفعل المعتل ينقسم إلى خمسة أقصام كمان نلاحظ هناك الفعل المعتل المثال والفعل المعتل المثال يكون أوله حرف علة لاحظوا وضع إذن وضع عندنا الواو اللي هو حرف العلة هو الحرف الأول إذن وضع ممكن نعطيه أمثلة أخرى مثلا سنقول وقف مثلا وجاد نضيف أيضا وصال وممكن هذا حرف العلة يكون ياء مثلا ياسورة أو يابوسة إلى غير ذلك إذن كل هذه الأفعال فأولها حرف علة ياء أو ياء وهذا كان نسميه كما قلنا هذا معتل مثال لماذا؟ لأن أوله حرف علة كما لاحظنا والقسم الثاني هو الأجوث إذن الفعل المعتل أجوث مثل نال لحد نال أو وسطه عفوا وسطه حرف علة وممكن نعطيه أمثلة أخرى لكي كل فعل الوسط دياله حرف علة مثلا صام أو قال أو عاد أو قاس إذن كل هذه الأفعال كيفما كان لحظه فوسطها حرف علة اللي هو الآليف وهذا الأفعال اللي كيكون وسطها حرف علة كنسميها معتل أجوث إذن معتل أجوث والقسم الثالث هو الفعل المعتل ناقص مثل ساعة لاحظوا ساعة آخره حرف علة إذن هذا نسميه فعل معتل ناقص لأن آخره حرف علة وممكن نعطيه أمثلة أخرى مثلا رمى أو دعى أو قضية أو عفوا قضى أو رضية أو نمى إذن كل هذه الأفعال كيفما كان لحظه فآخرها حرف علة إذن هذا فعل معتل ناقص إذن هذه القسم ديال هذا فعل معتل ناقص إذن حتى الآن شفنا ثلاثة ديال الأقصام ديال الفعل المعتل إذن شفنا الفعل المعتل المثال قلنا هو لكي كل أول دياله حرف علة وشفنا الفعل المعتل الأجوف لكيكون اللوسط دياله حرف علة بحل هدى الأمثلة والفعل المعتل الناقص وهو اللي كيكون آخر دياله حرف علة الآن سنتعرفه على نوعين آخرين أو قسمين آخرين من أقصام الفعل المعتل الذي هو اللفيف المفروق إذن اللفيف المفروق هو ما كان فيه حرف علة متفرقان كيكون أوله حرف علة وآخره حرف علة مثل وعا إذا لاحظوا أننا حرف العلة في الأول وأننا حرف علة في الآخر كما نلاحظ وممكن نعطيه أمثلة أخرى ديال اللفيف المفروق مثلا وقا أو نضيفه أيضا اللفيف المفروق أيضا ممكن وانية بمعنى ابتعد إذن كيف ما كان لحظه هنا عندنا حرف علة في الأول وحرف علة في الآخر هنا أيضا حرف علة في الأول وحرف علة في الآخر إذن هذا كنسميه لفيف أو معتل لفيف كيف هو مفروق مفروق وعندنا القسم الخامس والأخير اللفيف المقرون لاحظوا في اللفيف المقرون يكون فيه حرف العلة مقرونان بحيث لحظه الطاوى عندنا الواو والألف حرف علة مقرونان أي بجانب بعضهما البعض وممكن نعطيه أمثلة أخرى مثلا نوا أو كوا أو روا إلى غير ذلك إذن هذه الأمثلة كاملة عندنا حرف العلة مقرونان هنا أيضا في كوا وهنا أيضا في روا إذن هذا نسميه كما قلنا معتل لفيف مقرون إذن هذه هي أقصام الفعل الصحيح والفعل المعتل قلنا الفعل الصحيح ينقسم إلى مهموز ومضعف وسالم والفعل المعتل ينقسم إلى مثال أجوف ناقص لفيف مفروق ولفيف مقرون إذن السنتج إذن الفعل الصحيح هو ما كانت حرفه الأساسية ليس بها حرف علة إذن هو ما خلت حرفه الأصلية من حرف العلة إذن قلنا لا يتضمن حرف العلة هذا الفعل الصحيح وينقسم إلى مضعف إذن المضعف بحل مرة ما كان فيه حرفان من أصل واحد وإلى سالم سالم هو ما سلم من الهمزي والتضعيف وحروف العلة كما رأينا والمهموز هو ما كان أحد حرفه الأصلية همزق مثل ملاء ثم الفعل المعتل هو ما كان أحد حرفه الأصلية على الأقل حرف علة يعني كيكون حرف علة واحد أو حرفين والأقصام ديالها هي دي أمامكم كما تعرفنا عليها سابقا إذن نمر لأطبق لدينا آتي بفعل صحيح مهموز وأركبه في جملة إذن فعل صحيح مهموز بمعنى فعل أحد حرفه الأصلية همزة ونركبه في جملة إذن ممكن أن أقترح عليكم هذه الأفعال مركبة في جمال مثلا ناخد الفعل قراءة إذن قراءة فهو صحيح مهموز لأن آخره همزة ونركبه في جملة مثلا سنقول قراء أحمد كتابا لمهاجر مغربي ناجح إذن هذه جملة ناخد أيضا جملة أخرى ناخد الفعل باداءة إذن حتى هذا صحيح مهموز لأنه يتضمن حرف همزة مثلا نقول بدأت عملية عبور الجالية المغربية العائدة من الخارج جملة الثالثة مثلا ناخد الفعل أمارة حتى هو صحيح مهموز ونركبه في جملة أمار الشرطي السائق بالوقوف إذن مطلوب مننا مثال واحد أنا أعطيتكم هنا ثلاثة الأمثلة يمكنكم تاخد الجملة التي نالت إعجابكم ثم بعد ذلك لدينا استثمر إذن أنجز حسب الجدول الآتي إذن لدينا هنا مجموعة من الأفعال عندنا هنا 19 فعلا فهذا الجدول سنوضع الفعل هنا ونحدده هل هو صحيح أم معتل ونحدد نوعه هل هو نوع الصحيح أو نوع المعتل الذي لدينا إذن ممكن نستطروا واحد الجدول بحال هاك هذا الجدول ندروا فيه فقط واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثماني خانات وفي بعض المرات سنستخدموا جوجد الأفعال في نفس الخانة لكانوا من نفس النوع مثلا لدينا فارحة إذن سنكتب هنا فارحة إذن فارحة لاحظوا أنه خالي من الهمزة من التضعيف ومن حروف العلة إذن هذا غيكون صحيح إذن هو ما فيش حروف العلة إذن هذا فعل صحيح إذن مدام أنه خالي من حروف العلة ومن التضعيف ومن الهمزة هذا غيكون صحيح سالم ثم لدينا فك إذا اللحظوا فك فك فيه حرفان من أصل واحد لأن الأصل دياله هو فكاك إذن هذا أولا مدام ما فيش حرف العلة هذا فعل صحيح ومدام ما فيه حرفان من أصل واحد إذن هذا غيكون مضاعف صحيح مضاعف ثم لدينا فاز إذا اللحظوا فاز فيه حرف علة في الوسط إذن هذا معتل مدام أنه معتل وسط هذا غيكون أجوف إذن معتل أجوف لدينا يمتلئ إذن هذا يمتلئ أولا قبل ما نصنفه أول حاجة خفنا نحوله الماضي مع الضمير هو إذن إذا حولنا هذا الماضي مع الضمير هو سنحصل على إمتالة لحظوا أنه فيه حرف زيادة إذن قبل ما نصنفه واش صحيح ولا معتل كنجردوه من حرف زيادة حرف زيادة عندنا هنا هي همزة الوصل والتاء إذن إذا حدفنا همزة الوصل والتاء كنحصل على مالاء وملأ أحد حروفه الأصلية همزة إذن هذا مهموز إذن هذا صحيح مهموز إذن صحيح مهموز ولكن هنا نكتب الفعل عادي كثم تقترح علينا يمتلئ تحويلات إلى الماضي مع الضمير هو وتجريد من حرف زيادة نقوم بها فقط في ورقة التسويد إذن قلنا هذا صحيح مهموز ثم بعد ذلك لدينا يعتلي إذن نفس الشئ هذا يعتلي إذن يعتلي غنحولها الماضي غنحصلوا على إعتلا وإعتلا هدفي المزيد غنجردوهم الحروف الزيادة اللي هي همزة الوصل والتاء لحيدنا منهم تتبقى نعلا ولحظوا على آخره حرف علا إذن هذا معتل ناقص إذن إعتلا هذا معتل ناقص بعد ذلك لدينا استخراجة إذن نفس الشئ استخراجة هذا فعل مزيد لحيدنا لحرف الزيادة ستبقى لنا خارجة وخارجة فهو خالي من حرف العلة ومن التضعيف والهمزة إذن هذا الصحيح سالم غنكتبوه هنا حدا فاريح لدينا أيضا نوا إذن نوا لحظوا تانيه وثالثه حرف علا إذن فيه حرف علا مقرونان إذن هذا لفيف مقرون ومدم فيه حرف العل إذن هذا غيكون معتل والنوع قلنا لفيف مقرون ثم لدينا قالق إذن لحظوا هذا معتل وسط إذن هذا أجوف إذن هذا غنديره حدفازق ثم وصى إذن أوله وآخره حرف علا إذن هذا لفيف مفروق وممكن نجرده من هذا حرف الزيادة عاد نصنفوه لكن وخا نجرده غيبقى نفس الشيء إذن وصى أولا هذا معتل وتحديدا لفيف مفروق ثم لدينا يبيسق إذن يبيسق أوله حرف علا إذن هذا معتل مثال إذن يبيسق ثم لدينا حيق إذن لحده ثانيه والثالثه حرف علا إذن هذا لفيف مقرون إذن لفيف مقرون كنا كتبنا ناوة غان ديرو حدها هاد حيق وعندنا أيضا طواء إذن ثانيه وثالثه حرف علا نفس الشيء هاد حتى هذا لفيف مقرون ومن بعد ذلك عندنا دانا إذن آخره حرف علا إذن هذا معتل ناقص نكتبوه هنا وعندنا وفى أوله وآخره حرف علا هذا لفيف مفروق بحل وص وعندنا أيضا وعاد هذا أوله حرف علا إذن هذا مثال وعاد أيضا لدينا عاوى إذن لحده عاوى ثانيه وثالثه حرف علا إذن هذا لفيف مقرون إذن سنكتبوه هنا عاوى وعندنا جانا وعاما إذن جانا آخره حرف علا إذن هذا معتل ناقص وعندنا في الأخير عاما مثلها مثل فازا قال إذن هذا أجوف إذن هكذا ممكن نصنفه هاد الأفعال في الجدول ننتقل الآن للنشاط الثاني لدينا آتي بثلاثة أفعال صحيحة وخمسة أفعال معتلة ثم أركب كلا منها في جملة مفيدة إذن سنقدم ثلاثة الأفعال صحيحة وخمسة الأفعال معتلة ونركبها في جملة إذن ممكن نقترع لكم هاد الأمثلة مثلا الجملة الفعل الأول ناخده دابة دابة بمعنى اعتاد كيفما كنلاحظوا الوسط ديله حرف أو همزة إذن هذا فعل صحيح مهموز ونركبه في جملة مثلا سنقوله داب المهاجرون على العودة إلى وطنهم في فصل الصيف ثم جملة الثانية ناخده الفعل مد أو يمد إذن هذا فعل صحيح مضعف ونركبه في جملة مثلا يمد مغاربة العالم يد المساعدة لأبناء وطنهم جملة ثالثة ناخده الفعل يملك إذن هذا فعل صحيح سالم مثلا يملك والدي مطعما بمدينة باريس إذن نركبناه في جملة إذن هدو ثلاثة الأفعال صحيحة ونمر الأفعال المعتلة ناخده مثلا فعل وصال إذن هذا أول حرف إلا هذا معتل مثال ونركبه في جملة مثل وصل أخي إلى أرض الوطني عائدا من الغربة فعل آخر ناخد دام إذن دام هذا معتل أجوث ونركبه في جملة دام رحلة العودة ثلاثة أيام وبعدها ناخد الفعل دان هذا معتل ناقص ونركبه في جملة مثلا دان موعد الامتحان أي اقترب الفعل الموالي ناخد فعل وفا إذن كيف ما كان لحظه هذا أوله وآخره حرف علة إذن هذا لفيف مفروق ونركبه في جملة مثلا وفا الصادق بوعوده والجملة الأخيرة مثلا ناخد الفعل كوا إذن هذا لفيف مقرون ونركبه في جملة مثلا تكوي الأم الملابس إذن هذا كل ما يتعلق بهاته الحصة شكرا لكم على المتابعة